إلى أحضرت روح نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح عاليه وآهل بيته وعطرته وأزواجه وصحابه كلهم الفاتحة أرضب الله من الشيطان الوظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اكدنا السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظلين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَنَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكَ عَنَيْهِ سُبْحَانَ الَّذِي أَطُلَعَ فِي شَهِرِ رَبِيعٍ لَوَّلِ قَمَرَ نَبِيِّ الْهُدَى وأوجد نوره قبل خلق العالم وسمّاه محمدا وأخرجه في آخر الزمان كما يقدر وأبدى وألبسه خلعة الجمال التي لم يلبسها أحدا فولد بوجه أخجل قمرا وفرقدا ألا هو الذي تفصل به آدم عليه السلام وافتخر بكونه والدا واستغاث به نوح عليه السلام فنجا من الردى وكان في صلب إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار فعيدا واصوار لهبها مخمدا ورأت أمه آمنت رضي الله عنها حين عملت به ملائكة السماء مددا ودخل عليها الأنبياء وهم يقولون لها إذا وضعت شمس الفلاح والهدى فسمّيه محمدا اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه قال الله عز وجل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عانيتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وربيع للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كنت نورا بين يدي الله عز وجل قبل أن يخلق آدم عليه السلام بألفين عام يصبح الله ذلك النور وتصبح الملائكة بتسبيحه فلما خلق الله تعالى آدم عليه السلام ألقى ذلك النور في طينته فأهبطني الله في صلب آدم عليه السلام إلى الأرض وجعلني في السفينة في صلب نوح عليه السلام وجعلني في صلب الخليل إبراهيم عليه السلام حين قذف به في النار ولم يزل إنقلني ربي من الأصلاب الكريمة الفاخرة إلى الأرحم الزكية الطاهرة حتى أخرجني الله من بين أبضي ولم التقيا إلى صفاح قد صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطحي والحبيب العربي أنت تتلع بيننا في الكواكبك البدور بل وأشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أم 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 أبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قد يا سيدي خير النبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أنت منجينا غدا من صفعتك الصفا ما لنا مثلك يا سيدي خير النبي ارتكبت على الخطا غير حصر وعدد لك أشكو فيه يا سيدي خير النبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إننا نرجو إله كأس حوضك للعتص يوم نشر كتابيا سيدي خير النبي الشفاعة هب لنا في القيامة مشفقا وخلنا إلا الله يا سيدي خير النبي الصلاة على النبي كل وقت دائما لا حنجم في السما سيدي خير النبي الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم رواك عب الأحبار رضي الله عنه لما أراد الله تعالى إظهار النور المخزون ويبراز الجوهر المكنون من عبد الله إلى بطن آمن ترضي الله عنهما أطهر فطات في العرب وذلك في ليلة الجمعة من شهر رجب أمر رضوان عليه السلام ففتح أبواب الجنان وتزينت الحور والبلدان ودقت بشائر الأفراح وزهرت كواكب الصباح ونادى مناد في السماء والأرض على إن النور المكنون منه سيد البشد في بطن آمن ترضي الله عنها قد استقر ولما انتقل نور نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من عبد الله إلى بطن آمن ترضي الله عنهما اكتز العرش طربا واستبشارا وزاد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ولجت الملائكة تغنيلا واستغفارا فأسبحت آمنة رضي الله عنها تلك الليلة والأنوار تلوح في جبهتها المؤتمنة وآمنت به من المخاوف الكامنة وظهرت لانتقال نوره الآيات وتباشرت به جميع المخلوقات ولما حملت به صلى الله عليه وسلم في رجب الهنى بشرت في شعبان بنيل المنى وقيل لها في رمضان لقد حملت بالمطخر من الدنس والخنى وسمعت الملائكة في شوال يبشرونها بالذفر بغاية المنى ورأت الخليل إبراهيم عليه السلام في ذي القعدة وهو يقول لها أبشري بصاحب الأنوار والوقار والسلام وأتاها في ذي الحجة موسى الكريم عليه السلام وأعلمها برتبة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وجاهه الأسنى وناداها في محرم جبريل عليه السلام بأن وقت ولادتها قدنا واصطفت الملائكة منزلها في صفر فعلمت أن موعد السرور قد قرب بدنا فلما هل ربيع لول ألاءت الأرض والسماه وأشرقت البيت والصفاء ثم لما جاء وقت الولادة وخرج موشور الصعادة وجد بآمنة ترضي الله إنها أمر البلادة وحان بروز الشمس الصعادة تلأ لأ الحق نورا الله ونشرت له في الكون أعلام الرضا وإذا بطائر أبيل قسقط من الهوى فمر بجناحيه على بطن آمنة رضي الله إنها مصرعا فضربها المخال ليلة الاثنين الثاني عشر من شهد ربيع لول وولدت صبيحتها نبي الثقلين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزمعين صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولد الحبيب السيد المتعبد والنور من وجناته يتبقد جبريل نادى في منصة حسنه هذا مليح الكون هذا أحمد يا ربي صلى على النبي محمد منجل الخلائق من جهنم في غديم هذا كحيل طرف هذا المصطفى هذا جزيل الوصف هذا السيد هذا جميل النعت هذا المرتلا هذا مليح الوجه هذا الأوحد يا ربي صلى على النبي محمد منجل الخلائق من جهنم في غديم هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد قالت ملائكة السماء بأسرهم ولد الحبيب ومثله لا يولد يا ربي صلى على النبي محمد منجل الخلائق من جهنم في غديم منجل الخلائق من جهنم في غديم بشرا لأمته برؤية وجهه هذا هو الجاه العظيم الأزيد ولدته مخطونا ومكحولا كما قد داء في الخبر الصحيح المسند صلى عليك الله يا علم الهدى منجل الخلائق من جهنم في غديم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم وروحية أن آمينة رضي الله عنها رأت حين ولعته صلى الله عليه وسلم نورا الله أله قصور بصرا من أرض الشام وروحية أن آمينة رضي الله عنها قالت لما وضعته صلى الله عليه وسلم مددت عيني لأنظر ولدي فلم أره ثم وجدته في المخدع وهو مكحول مدهون مخدون ملفوف بثوب من الصوف الأبيل أليل من الحرير يفوح الطيب من زنابه فجعلت أنظر إليه وإذا منادي يناديه أخفوه عن أعين الناس قالت فما كان غيبته وحضوره إلا كلمح البصر ولما كنت متحيرة من ذلك إذا بثلاثة نفر قد دخلوا عليك أن وجوهكم أقمار وفي يد أحدهم بريق من الفضة ومع الآخر تستم من الزبر جد الأخضر وفي يد الثالث حريرة بيلاء مطغية فنشرها فإذا فيها خاتم يحير أعيون الناظرين من شدة نوره حمل بني وناوله لصاحب التستم وأنا أعظر إليه فغصله من ذلك الماء الذي في الإبريق السبع مرات ثم قال لصاحبه اختم بين كتفين بخاتم النبوة فهو خاتم النبيين وسيد أخل السماوات والأرض أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وقيل لما ولد صلى الله عليه وسلم خامدت تلك الليلة نار فارس بعد الليرام ولم تكن خامدت قبل ذلك بألف عام وارتت أيبان كسراء وسقطت منه أربع عشرة شرفاء وغالت بحيرة ساباء وأصبحت أسنام الدنيا كلها موكسا ورميت الشياطين من السماء بالشهب الثباقب وانبلد صبح الحق وبطل ما كان يعمله كل كاذب وروي عن يحيى بن عروة أن نفرا من قريس كانوا عند صنم من أسنامهم قد اتخذوا ذلك اليوم عيدا من أيامهم ينحرون فيه الجزون ويأكلون ويشربون وقد عكفوا عليه يخوضون ويلعبون فدخلوا عليه فوجدوه مكبوبا على وجهه فأنكروا عند ذلك عليه وردوه إلى حاله فانقلب انقلاب الصاغر ففعلوا ذلك ثلاثا وهو لا يستقيم ولما رأوا ذلك أبدوا حزنا والتألما وأصبح العيد الذي كانوا فيه مأتمام فقال عثمان بن الحويرث ما له قد أكثر التنكس إِنَّ هَذَا لِأَمْرٍ حَدَثَ وَأَوْسَدَ وَقَلْبُهُ يَسْلَى بِالنَّان صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيها صنب العيد الذي صف حوله صناديد من وفد بعيد ومن قربي تنكست مقلوبه فما ذاك قلنا فمن حزننا قدرت العير بالصحب صلاة وتصليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية فإن كنت من ذنب أتينا فإننا نبوء بإقرار ونلبيع للذنب وإن كنت مغلوبا ونكست صغرا فما أنت في اللوثان بالسيد الرب صلاة وتصليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية تردى لمولود علاءة بنوره جميع فجاج الأرض خوفا من الرعب ونار جميع الفرس قد خامدت له وقد بات شاه الفرس في أعظم الكرب فيا لا قسي إرجعوا عن ظلالكم وحبوا إلى الإسلام والمنزل الرحب صلاة وتصليم وأزكى تحيتي على المصطفى المختار خير البرية اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال ابن صحاق لما كان اليوم السابع ذبح عنه جده عبد المطلب وقام بأمره كما يجب ودعى قريشا وأطعمهم وأكرمهم فلما أكلوا قالوا يا عبد المطلب ما سميت ابنك قال سميته محمدا اللهم صل وسلم وبارك عليه فقالوا قد رغبت عن اسماء آبائك قال أردت أن يحمده من على الغبرام محمدا سموا نبي الهدى وهو أحق الناس بالحمد صلى عليه الله ما أسرقات سمس اللحا في ذلك السعدين فلما كان وقتله لأسراره وإسراق الكون بأنواله فبينما آمن رضي الله عنها في بيتها وحيدة مستئنسة ببركاته وهي فريدا ولم تشعر إلا وقد أسرق في بيتها النور وعمها الفرح والسرور وأقبلت الملائكة والحور وحف حجرتها أنواع الضيون وهي تسمع لازدحامهم واحتفالهم بقدوم الحبيب همسا وكيف لا وسيد العالمين في بيتها أمسا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم إن بيتا أنت ساكنه ليس محتاجا إلى السرج وجه كلب الله حجتنا يوم يأتي الناس بالحجج صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سيد الكونين والسرج أنت منزينا من الحرق من له بالنار والأجج ذنبنا ماحي ليمنعنا من ظروف الدمع والعجج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج حبكم في قلبنا محبن من رأين الذنب والحرج سبكم والله لم خب لكمال الحسن والبهج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج إننا نرجو لشافعنا لصلاح الدين والنهج وهو نجانا من البلوى طيبه في العالم الأرج صل رب العالمين على سيد الكونين والسرج رب ورزقنا زيارته قبل قبل روح والخرج صل يا رب على الهادي لسبيل الحق والفرج خالقون الله رازقنا قليل الحاجات من طلبه اللهم صل وسلم وبالك عليه بسم الله الرحمن الرحيم قال علي بن زيد رحمه الله تعالى كان الى جانبي رجل ذمي وقوت في شهر ربيع الأول أدعو الفقراء وأعمل مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ذلك الذمي لم تفعل في هذا الشهر دون غيره فقلت فرحا بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه ولد في هذا الشهر فجعل اخزأ بي فعز علي ذلك ووجدت من ذلك أمرا عظيما فلما نمت في تلك الليلة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي ما بك فأخبرته بخبري مع الذمي فقال لا تحزو فإنه يأتي إليك غدا وهو مؤمن قال فاستيقلت بك التزايد وجدي وأنا أنتظر إنجاز وعدي وصحب المدامع قد جرت على خدي وإذا بالباب يطرقه والذمي يقول اكتح فقد زال صدا قلبي إن كان الحبيب قد كان عندك فالبارحة قد كان عنده قال ففتحت له الباب فدخل وهو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له ما شأنك قال رأيت الليلة رجلا حسن الوجه طيب الرائحة عظيم الهيبة أزج الحاجبين سغل الخدين إذا تكلم فعليه البها وإذا صمت فعليه البقار حلو المنطق إذا طلع تقول هذا البدر المنير وإذا مشى يفوح منه المسك والعنب ما أحسن وجهه وما أطيب رائحة فأردت أن أقبل يديه قال أتقبل يدي وأنت على غير ديني فقلت من أوت الذي من الله علي بك قال أنا الذي أرسلت رحمة للعالمين أنا سيد الأولين والآخرين أنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ورسول رب العالمين فقلت لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ففتح يديه وعنقني ثم قال هذه الجنة وذاك القصر لك فقلت ما علامة ذلك قال أنت متغداء قال صاحب الحكاية فبينما هو يحدثني وإذا بالباب يترق وقائل يقول إن كنت أنت حضيت يوما باللقاء زال الجفا عنا وقد زال الشقام فقلت له من هؤلاء قال زوجتي وبنتي قال فدخلتا وهما تقولان لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما كيف إيمانكما قالت رأيناه كما رأيت رأي عين وإن كان بعدك بقصر فقد بعدنا بقصرين قال فمات الرجل في الوقت وفي الغد ماتت بنته وفي اليوم الثالث ماتت زوجته رحمهم الله تعالى ورحمنا معهم الحمد لله الذي جعلنا من نمة محمد صلى الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفلع ذكره الغافلون صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أحيا ربيع القلب شهر المولد كل الأنام بذكر مولد أحمد جاءت لمولده الشريف بسائر وخوارق العادات ليلة مولد الله ولي الله ولي نعم الولي صلو على هذا النبي محمد آياته والمعجزات كثيرة شهدت بصحتها عقول الحسد البدر شق بأمره والشمسي غربت له ردت بغير تردد الله ولي الله ولي نعم الولي صلو على هذا النبي محمد والوحش والاشتار قصددت له وعليه قصلمنا بعد تشخد ومن الأسير سقا وأطعم جيشه اعتكتفوا ويسيره لم ينفذي الله ولي الله ولي نعم الولي صلو على هذا النبي محمد وله الوسيلة والفضيلة والعلا ومقامه المحمود يوم الموعد أوصافه ما ينتهي تعدادها فالمده يقصر عن بلوغ المقصد الله ولي الله ولي نعم الولي صلو على هذا النبي محمد يا سيد السادات جئتك قصدا ارجو حماك فلا تخيب مقصد قد حل بما قد علمت من الأذى والظلم والعلا في الشديد فأسعدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلو على هذا النبي محمد ما لي سوى حبي لديك وسيلة فمن علي بفضل جودك أسعدي إني نزيلك والنزيل لديك يا خير الأنام بكل خير يغتدي الله ولي الله ولي نعم الولي صلو على هذا النبي محمد فعليك منا كل وقت دائما أزكى الصلاة مع سلامي سرمدي وعلى صحابتك الكرامي جميعهم والتابعين لهم بخير فجهدي صلاة وتسليم وأزكى تحيتي على المصطفى صلو عليه وسلموه اللهم صلو وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله رب العالمين اللهم صلو على سيدنا محمد وعلى سيدنا ومولانا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الاخوال والبليات وتسلمنا بها من جميع الاسقام والآفات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتغفر لنا بها جميع الخطيئات وتقليلنا بها جميع الحاجات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها قصة الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم إنا نتوصل إليك باسمك العظيم وبجاه نبيك الكريم ووليك العظيم أن تكفر عن الذنوب وتستور العيوب وتحسن الأخلاق وتوسع الأرزاق وتشفي الأسقام وتعافي الألام وأن تدفع عنا وعن أهل بلدنا وبيتنا هذا سم الناقع والداء القامع والباء القاطع إنك مجيب سامع وأن تصرف عنا الطعون والبلاء وتعسمنا من ننزال قهرك والباء واحتجبنا بنورك من شر عدوبنا والشر الملغون ومن شر الوباء والطعون اللهم لا تواخذنا بسوء يفعالنا ولا تهلكنا بخطايانا ولا تسلت علينا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الرحمين اللهم إنا نسألك أن تعيدنا ومن ما تؤمننا من عذاب القبر وتؤمننا وإياهم من الفضع الأكبر وتنزينا وإياهم عن دار الببار وتسكننا وإياهم الفردوس من دار القرار بحق سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وبحقوق آله وأصحابه الأخيار اللهم اجعل ثباب ما قرأنا وما مدحنا هدية إلى حضرة نبينا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم آته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته يا رب العالمين وإلى عذرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء والعلماء والعلماء والشهداء والزهداء والصديقين والصالحين والعارفين وحسن أولئك رفيقا وإلى أرواح سعداتنا ومشائخنا السابقين من سلسلة القادلية وسائل الطرق كلهم مجمعين اللهم رفع درجاتهم بحقوقهم نسر عسيرنا وسخل مورنا وفرج قروبنا وكشف حمومنا اللهم أدد ديوننا ودنمر أعداءنا وسطر عيوبنا وبلغ آمالنا وقل كل حوائجنا وشفی أمرالنا وأمرال مرلانا يا شافي الأمرال اللهم رفع درجاتهم اللهم رفع درجاتهم رب العالمين رب العالمين أرنجو جيدا رياض جيدا رحسيمائي سمب ويچا پرسيمائي سمب ويچا يلعا تتٹو كُتْتَنگُلَمْ نِمَعَبْآَاكَنَيْ رُحْمَانَيْ مَجِلِسِ قَبُودَآَاكُ أَلَّا پَرِشُدَّ مَدِهُلْ پَنْگِدُتَّ يَلَّا وِرْدَيُمْ حَلَالَا يَ مُرَادُ حَاسِلَآَاكَنَيْ اللهم نَنْجَ لُؤُدْ نِي کرُونَ جَيَّنَيْهِ اللهم பُن்னَ آرَبْآَا نَروفَقَآயِلْ نَمْ شَرْكَنَيْ اللهم பُنْجَ مَدِينَ يُوْنَ وَسَنطَتِّلْ نَمْ يَنْكَ لَا کُوتَّنَيْ اللهم وَيِغَا ثَّ بَاوِيلَा پِيرُمُؤِупَّتَتْ تَيْكَتْتْ نَyَنْجَالِكُ بَاغِيُمْ نَلْغَنَيْ ای بوامی الناس مرنم نی قلاع آکی ادل اٹھو وم پریشد مآیا پویتر مآیا ایدت تل رب بے ادل پنیا مدین ای الاغا نیمال کودی کننو اللہ نی نصیب آکنے رحمانے اللہ خوفے رب بے نیمال منام اللہ وقت تروئیت تکوند نیا نگرهی کنے اللہ اللہ خوفے رب بے نیمال سحائی کنے اللہ اللہ خوفے ای مجرسل پنگڑکنے اللہ ورد یم روغنگل شفعاک اللہ اللہ خوفے نیمال منام اللہ وقت تروئیت تکوند نیا نیمال منام اللہ اللہ خوفے رب بے نیمال منام اللہ وقت تروئیت تکوند نیا نیمال منام اللہ كَدَمِ إِلَّا دَ جِيْوِي كَانِ تَوْفِيقُ نَلْقُ أَلَّا بَلِشَكْنِي يُلُمْ لُوْنِي يُلُمْ كُدِنْي يَوَرْ كِرَبَّي أَدِلْ نُنَّمْ كَرَكَرَانُ وَلَّا بَاَجِمْ نَلْقَنَي أَلَّا حَجْجُعِمْ رَزِيَارَ رَبَّي يَنْمَ لِلْ نِرْبَّنْدَ مَا يَوَرْ كَدُ نِرْوَيْ كَانْ وَيْكَانْ وَيْكَاؤْتَ بَاَبِي يَلْ بَاَجِمْ نَلْقَنَي أَلَّا لَوْقَتْتِنْدَ آشْتْتَ دِكْقُكَ لِلْ نِنْدَ حَبِيبِ إِنْدَ مَدُهِ كِيرْتْنَ أَنْمَ لَمْبَادُ مُنْدُ تَمْبُرَانَ يَلْ لَآمْ نِي قَبُولَ آكُّ أَلَّا أَذِنْدَ بَرَكْتْتُ وَنْدُ لُوْقَتْتُ مُلْرِبْبَّ سَمَادْتَ آنُ مِتْتِقْنَي أَلَّا يَنْمَ لَسْحَايِيكُنَّ وَرَنِي سَحَايِيكُّ أَلَّا سْنَيْهِيكُنَّ وَرَنِي سْنَيْهِيكُّ أَلَّا أَلَّا هُوَيْ رَبَّي اَلَّا هُوَيْ رَبَّي اَلَّا هُوَيْ رَبَّي اَلَّا هُوَيْ رَبَّي